أنا اسمني عبد المالك حياتي غدا تقلب سفاعلة لها من اللي غدا تنسوج بتوريا هذا هو الاسم الحقيقي ديالي وهذا كوال اسم الحقيقي دياله في البلاصة فين كنت أنا يعيش كانت كتعجبني توريا كنت دائما تنطلقها ودائما فيت دمها نادرا ما كانت كتخرج بوحدها من اللي كانت عندي استطرام تنقول لها رغدا تنسوج بك كنا كانت لقاها غير خفية من بعد ما أنها قدرت أنها تهضر معايا ولا تتقدر تاخد شوية ديال الوقت باش أنا نهضرها نويها هبطتنا للمدينة ديك الساعة باش أنا نوقف على رجلية ونقرأ هبطت عنده واحد عمي هو اللي غدا نكمل عنده التاسعة والسانك يام والسيس يام والباك ديك الساعة دوست عند عميها ديك المدة وكنت يوميا تنكتب لها رسائل ووراق كانت واحد الإنسانة اللي طيبة وخلوقة بزاف كنت كان بغيها من أعماق قلبي كنت هي أول إنسانة غدي نعرف في حياتي ذاك البشاشة ديالها وذاك ذاك الزين ديالها وذاك الأدب وذاك الحشماء مالي كتقدر مع احنا كتزنقوا لكن تي غدي تسمع القصة ديالي في شي بلاسة أخرى من غير هاتيك توك هذا ومن غير هاتي اليوتيوب ومن غير هاتي صفحة هاتي اللي غات تباليك دبها هنا يا أعرف رسك ركما كتسمعش للراوم هذي قصص مغربية واقعية جوج في الحسابات الرسمية دياله فاشمشي سان للمدينة ديك الساعة باش أنني ندير علاش الرجع والناخ التورية قريت وكديت وكان عندي سبب علاش أنني أخصني نجتهد وأنني أقرأ اليوم اللي أنا كنحكي لكم في هاد القصة في العمر ديالي 71 سنة كانت حياتي كانت غتمشي في مصار وحده آخر ولكن كنشكر هاد القناة وكنشكر هاد الوليد هذا أنا في اللول كنت كانت صنط غير الخراس وبدأوا تطلعوا لي الفيديوهات دياله وسمعت القصة دياله وهضرت معاه وقيت لي راك بحلول لي ورعجبني القصص اللي كتدير واش بإمكانك تدوز هاد القصة اللي غادي نحكيه لك دابا هي اللي كتسمع فيها دابا خلينها في عمي كفاش مشيت لعنده والله يرحمه والله يوليه برحمة الله هبطل عنده وكان بياه ووقف معاياه وكان كعملني كتر من ولده حيث أنا هو الولد الواحد اللي كنت عنده والدية عندي ثلاثة ديال أخواتي وباكن كيشوف فييا ذاك الراجل اللي غادي هزلها إيلا من بعده لطرات ليش حاجة وصبح الله العظيم فاش العامل الولدي اللي فلافاك مات الله يرحمه ذاك المدة كاملة اللي دوي الساعد عمي كنت دائما تنكتب التورية رسائل ومن اللي كنت طلع للبلاد كنعطيهم لها باش أنها تقرأهم هي خرجت من الثامنة المدة اللي أنا مشيت فيها نقرأ كنت هي كتقرأ ولكين كنت قادرة أنها تقرأ العربية وتقرأ الرسائل كنت كنجمع لها الرسائل ديالشهر ومن اللي كنت طلع كنعطيهم لها وكتقرأهم كنا مصرين على أننا نزوجه وتنقول للي تقدم لك في الدوار رفضيه أنا غندير علاش وغدير رجع من ليش فترستي غدين طول بزاف القرية ما كملتش هدك العام في لفاك خديت غير هدك الباك دياري ومشيت تنجري بيه باش أنا نلقاشي خدمة ما جرش ربيتي يصير ديال الخير كان عمي ديك الساعة عنده محالات ديال الهرية وكان معروف وكان يعني واحد الإنسان اللي ميسور الحال قلت لي عمي رهاش كايين رعيس ما نقلب على خدمة كنت شي مدة ديالعام ونكن نقلب على خدمة ومعمروا جراء يقولي يا أجين تخدم عندي ولكن عارفني باغي نقرأ وباغي نخدم شي خدمة ديال القرية شدني وقلسني قريشو فاولي عبد المالك أنا بغيتك تكون راجل أشبال ليك نفتح لك محال ونعمرولك بسلعة وتخدم عليه وكل شرعتني شوية وكانت ردليل في الأس قلت ليه واخا هذي خبار زوينة فرحتيني بزاف عميلي ليخطيك قد كنت كيبحش دري صغير الزيت راسي رجعت للبلاد وفرحت الواليد والواليدة أدك العهد اللي كان هضلكم عليه رمكة اللي يفول عواله رجعت للبلاد وقلت للواليدة وقلت البواتع وقلت لرأخوك تلع راجل دب أعمي كان مخصم مع الواليد أعليها الواليد بقى في الدوار وعمي كان هبط اللي مدينة بشي يقوم براسه أعمي كان سرقل الواليد شي فلوس هديك الفلوس دي اللي واراته وكلاف حقه وعيا بشي تصالح ما قال لي وخطرت لي أضعاف دك الحق اللي أعطيتيني اللي بغيت أعطيني أرى ما غنسمحش لك على ما درتي فيه وبقى لواليدة غير تمام بديك الأرض اللي بقات لي وكيف اللحاو وكان معروف الواليد دي لي كي بيع الجبن دي اللي معيز والدجاج البلدي يعني كنا عايشين في دك الدوار كنا عايشين في أمان الله وركني الواليد معمره بغي يسمح العمي وخصوصا عمي باش عزيزي التعليم بعد ما مات الواليد وبغي يعوضني في دك الفلوس والواليد كان دخل علي بالله منشد من عنده ريال وركني أنا الظروف اللي كنت فيها ما غنبقاش نتبع دك العرف ودك القلياغي فلوس الواليد ما تاخده مش معند خليهم ليه خليتي تتحرك بهم في جهنم أنا ما بغيتش نبقاشات في قلبي هذك الشر اللي كان بيناتهم أنا ما بغيتش نهز في قلبي شي شر لكن المدابز هو وياهم يدب الرأسو وعمي كان كيتسنغير دك الفرصة باش أنه يعوض دك الخير فيه أنا واشا دور دك اللي خلقني سيد ربي به وخبه لي وراتي يقول لك مصائبه قومين عنده قومين فضائل يمكن دك المدابزة ودك السرقة اللي سرق عمي الواليد ديالي هي اللي خلتني أنني أنا يكون عندي موصد قبل تبعوا معي القيصة وركزوا معي مزيان ولوصلتي تلي هنا راح مزانين بزاف ديال الأحداث تأكد أنك مشتارك في القناة وخلي واحد لايك زوين وواحد تعليق زوين لكن تيخدام ركز على خدمتك تترجع للدار وسمع ليها ولكن تيكتشقاي مسحي يديك واش حتى واحد لايك زوين بحالك ونكملوا ده بالقيصة دك الساعة مالي يحضر معي عمي كنت يقولي ياكت كنت سنى غير هاد الفرصة هادي حتى أنا عارف بباك كيفاش دير وراه خوية وراه طربية وحدة وراه كرش وحدة لي نزلتنا وانا وصلتني الخبار باللي ودخل عليك بالييمين باش أنك ما تاخد من عندي تريال انا قلت علاش لا ما أنني نساعدك غير تخدم وفعل ان ذاك شي اللي وقعتلي شوفها عمي ما تتخنيش أنا في ذاك النزاعة ديالكم انا عجبني هاد شي اللي درتي معايا فتح لي هادك المحل ديال الهري ودياله قلينا غانشار جايلك بسلعة وانت كل شهر غانجي عندك وانت حاسبوك أنني خدم معك قلت لي صافي واعي لي فعل انك شي لوقع هبطل هادك المدينة وفرحت توريا وقلت لاشوفي أعطني هواحد المدى غانجي نظر فيك فتح لي هادك المحل الأمور غادك تتمشى وهو تصيف تليه الكليانات دياله بحل ده بوال حاجر عنده تيقلو مثلو المحل في الاخر رغا تلقاو عنده النص ديال الكليان دياله سيف توريا بدك يتحرك المحل شي شوية شوية رجعت لعند توريا خطبت هوا مشا معيتها هو وخطبناها وجبتها لعندي للمدينة وتجوش بها ديك السعب وجبتها لعندي للمدينة حي تكريت في المدينة وفرشت الدار وعاوني صارحة أمي اللي بغيتك يديرها ليه بحل قلتي بغي يعود ذاك الألم دياله ذاك الغلطة اللي يغلط مع أخوه وأنا استغلت هذا الموقف هذا لأنه يمكن شوف لأنه من حقي أنني يكون عندي رزق ديالبو أجبت معي توريا توريا واحد إنسانة اللي ماشي إنسانة متقفة وخاخر جذب كريم من القرية كانت كتموت على القرية كانت دائما تتقرأ الكتوبة دائما كتحاول أن أتعلم شي حاجة جديدة أجبت عندي اللي مدينة وعايشين في أمان إليها غدي تزادوا عندنا جوج ديال الدراري الفرق اللي بينتهم غير عام كتلا صافي باركاتنا من الدراري خلينا غير هات جوج هذا صدقت ذات التالت تلاتة ديال لولاد كتلا أنا أرى أهم حاجة اللي تتعلم عندي دبا هي هات الولاد هذو أن أمن لهم المستقبال ديالهم توريا ما كان نقصها معي حتى شي حاجة لا في الفراش لا في الفلوس لا في الخدمة لا في الاهتمام لا في الفراش كما أننا لدي يعني أزمة الغذاء ما كانت شعرنا أزمة الغذاء أبدا أبدا وحد نار قتلي يا توريارة بغيت ندوز البرمي قتليها وخا ما كانت مشكلة دوزت لها البرمي قتليها بغيت طموبيل شريت لها واحد طموبيل كنت شريت لها بقي عقل شريت لها اردوز شريت لها هذه الاردوز قتليها كان بغيت ندراري للبلاد ودكشيونت كنت تكون أخدام هنايا أنا كانت دائجة عندي سيكنز دائجة روين قتليها ما كانت تشي مشكلة بصير دوزت لبيرمي خدت لبيرمي مرة طلع للبلاد مرة تعود ترجع وكانت واحد الإنسان اللي نبيها بغيت تتعلم الحاجة ومن اللي كتكون معاه لو كلفتها بشي مهمة كتحس برأسك حقا أنك كلفتها راجل ماشي مرأة هاتشي اللي كان عاجبني في توريا سارت الأيام أخوتي وكبروا الوليدات كبروا الوليدات بزاف كنت دائما مأمن لهم المصدق بالديلهم كنت حال واحد الحساب فيه كنت حطلعهم رزقهم الولد اللي والد دار 17 عام والولد الثاني دار 16 عام والآخر كانت عنده ديك ساعة 12 عام باقي صغر دصروع ليا الولاد واحد درجة ما كتتصورش هاللي بغى موتور هاللي كيدر المصايب هما حيتيان الخدمة ما حيتيان لبراهش كيدروا لي المشاكين لبراهوش صغير تأوقلك بغى بحل أخوتو يعني دخلت في واحد المعماء وكنشوف ولادي بدو كي خرجوا لي على السيطرة هاد الولاد هادو بما أنه مصلول لهذا السن هادو 17 سنة و 16 و 12 سنة ركنوا في أحسن طربية في أحسن خلق أمهم كانت مربيهم طربية مزيانة وأنا كنت كان قابلهم قابلهم في قريتهم قابلهم في كل شي ولكن جاتهم المراهقة صعيبة 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 بزاف فضل لحظة الحساسة أمهم هزتي الدهاء لهم أنا كنخليهم معها يعني أنا كمشي نخدم أنت الواجب ديالك ترقب الدراري ولكنك شي حاجة تقوليها ليا وما بقتك تقولي يا والو بعد مرة تتزطو مبيل وكتخرج ولكنك تطلع على البلاد وكتخليني مع الدراري بوحد ولا تتعمر الدراري ليا بدون أي سباب ملحوظ ماشي أنا واحد الإنسان اللي خيب واحد الإنسان اللي الغلط اللي وقع هنا يا هو أن المرأة يا إما سمعت شي حاجة يا إما فكرت شي حاجة ولا هدرت مع شي حد عمر لي عرصها يا إما أفكارها تبدلو هي روحة الإنسان اللي طيبة أنا عارف بلي شي الدخافية اللي دخلتلي على الدماغة وأطرتلي على الأفكار ديالها تور هي مرتي وانا كنعرفها ارا كنعرفها منذ نعومة الأظافر ديالي ما يمكنش أنها تسيدة تتقلب عليها بهذه الطريقة هذي ونقولوا أنها تتقلبت من أجل الفلوس هي ما كانتش مخصوصة معي من أجل الفلوس كالكونت ديالها دي ما عمر عندها طو موبيلو كتخرج وقت ما بغات وتجي وقت ما بغات كتلبس اللي بغات عندها يعني ما أدناش شي مشكل نغي خليها تسيدة هذي أنها تدير فيه شي حاجة بحلقة شارجات عليها تدراري بزاف الولد اللي عنده 17 عام غير كيز ذاك الموتور تقبشي ثلاثة ديال اللبنات اللي يتقبهم تيتكرفس على اللبنات وتيخرجوا كيمشي لذاك الملاهي وكيمشي لذاك البيارات وتبلاب الحشيش وتبلاب القارو ولا باسل باسل واحد درجة ما كتتصورش قاعد خالية بزاف تيجي عندين المحل تيطلب لي الفلوس بعض مرة تيسرق لي السلعة دي ما تنميكة لي تنميكة لي تنميكة لي تنميكة تريني تبدلت 180 درجة تقول لي هذو كولادك انت لغا تعرف تصرف معهم انا ما تقول لي ما تصدع لي يا راسي معهم انا صافي تشهمت صافي تشهمت مع ذوك الدراري انا هدشي هذا ما بقاش خدام لي صافي خليني هذو العمر اللي بقى لي ندوز وغطر ونكيل مع راسي وعطيني شبردية تيساء صافي تبدلت ما بقاش عندي تواصل ولا تعصى بي لواحد درجة ما كتتصورش واش الدراري اطروا عليها واش المشاكيل واش انا ما كنقلش في الدرار بزاف ما فهمتش ما بغتش تفهمني هذو القادية اجبت واحد الصيدي قابل لي المحل وزيته موبيل وزيته ريا وزيته الولاد وكلهم يالله نصافر قلينا فين ضرنا في هذا المغرب هذا ما خلينا فين مشينا شهرين وحنا مصافرين ما خلينا فين توطحنا مع هذو الناس رجعنا من الصافر قلت صافر الامور بدأت تهدن شي شوية تهدن شي شوية سارت الأيام أخوتي وسارت الأيام تنحس برصي بدي التنضيع في مرتي بدي التنضيع في الأسرة دي هاري علاش هتولو الولاد كي يضروا لي على اللي ورد هللي بغي يدير مشروع هللي بغي يدير كذا هللي بغي يدير هادي من اللي كان هدرم على المركة تقولي يرى من حقهم نط أنا يوم بغيت تعرف الدراري باقي صغار غانا أعطيهم الفلوس غيفرتكم الدراري ما بغيني تعلموا بغيني أول فوها باردة وهتشي كامل رجع من صارة دي المهم اللي كانت تقديرها معهم بالأخباري كتتصرهم الفلوس اللي بغوا كتعطيها لهم كتقولك حقها وباش ما يديروش المساكل وفين غير يمشيوا هيا ما بغي مرضات تعترف لي أنها كانت تكتعطيهم قاعدة كشي اللي بغوا وهتشي اللي خلاهم أن الأولاد بتلاتة يتبلوا لي بقاعدة كشي اللي كان في الزنق تبلوا بكل شي هادك خينا الكبير فيهم ما تيموت على اللي بنات وكيجيب غيبنات دارهم كيتكرفص عليهم اللي بدي يلعب لهم بدماغهم وتي البنت اللي أولا فارينها معاها البنت تانية فارينها معاها البنت تالت تانين غنبقاوا غادين حتى تشد في الحبس تشد في الحبس بسبب واحد البنت اللي ما بغاتش تتزاقل معه ما بغاتش تسمع في حقاقة كله والو ما بغاش يتجوج بها أعطاو عامين ديال الحبس ما خليت ما صرفت عليه ما خليت ما صرفت عليه أعطاو تلتين ديال الحبس وحيدوا لي عام في ستينف لأن البنت جات معا بالإرادة ديالها وكان عندها سن الرشد كانت عندها 18 عام وجات معا بالإرادة ديالها هو ما بغاش يتجوج بها ماهلينة صارت الأيام أخوتي وصارت الأيام وصارت الأيام كبروا الأولاد الأولاد كبروا فاشلين ما عندهم رأس الخدمة ما عندهم رأس القرية الهم ديالهم الوحيد ووشغ يخلي لهم بهم أنا كان أخدم في المحاد باش أنني نقصري لهم المستقبل ديالهم لمرأة صافي طجت تصحبت مع واحد البرهوش حصلتها معاه مع هذا البرهوش البرهوش صغر مني مصاحبة معاه هي والمرأة تبدلت المرأة تصيفت راحت شي ما كيدخولش للدماغ راه من اللي كان بداني عاود تنقول لنا راه اللي عاودت لي راه ما غادي شي فهمني حيث أنا براسي قصما بلا تنقول ممكن شتوريات ديالشي حرجب حلاك ومن بعد غادي نكتشوف اللي حقا كانت واحد اللي التالتة كان واحد طرف تالت اللي خربق لدك المرأة المجاج ديالها زائد تصارة ديالدرالي اللي تصارتهم وتخاوع عليها وخلاوها ما تبقى شعر فراسة واسطها تشي هذا كله فاشلقيت أنا مع ذاك البرهوش حاولت أنني نسترمرتي ونضمص ذاك شي ونسهل قلت لي صافي تفرق على مرتي وبعد منها جبت المرأة للدار حتى النهار اللي غادي نعرف باللي راه ما زال كتلقى معه صافي هنا طفح الكيل طلقتها وعطيت المستحقات دياله في ذاك السنوات كاملة اللي دوزت معي خرجت لي المحكمة بلدي اللي فلوس أنا ما كانش عندي شي كنت نرى إذا كنت ستفرق هالفلوس نشرح الراحة ديالي لماذا المحكمة خرجت لي 17 مليون متعة وقالت لك نافقها وذلك ودراري كبروا على النافقها وكبروا على ذلك مهمة متعة ديالي هي خرجوا لها 17 مليون حتيت لها فلوس في الصندوق وصفتها في حالة تمشط لدارهم الولاد قلت لي اخليهم معك مرة سوف نشوفهم وما سوف نشوفهم وهم تشبتين بمهم بزاف هذا الذي يكهز المطور يذهب عندما يرى الآخر يقول يا ارى لي لنرى لنرى أنا لم أريد نتزوج لم أريد تشيها تعلمت طيب وتعلم كل وابقيت قاسف مقابل هذا الولاد غير اعراء اعطيني اعراء اعطيني واحد نار وننسد عليهم هذا او تالين والكبير فيهم من الستة وعشرين فينا تالين سوف نبقى وننعباد الله في هذا شي هذا قلت سننسد اليوم روبيني ما بقين شي يشد عندي برهم واحد وهنا سننضخل معهم فحة الصراع الكبير لأن الولاد كبروا فاشلين ما يعرف يركب لك طبولة ما يعرف يخدم عندي المحال يخدم موالو توسطلو مع الناس باش يخدموا موالو كيحشموني مع الناس ما خليت مادرت معهم كيت سننوا فقط النهار اللي غد يموت باش يشدو ذاك الفلوس يفزقوهم الوقت اللي كنت انا كنخدم فيه كنجمع فيه درهم الخوه ريال الخوه المرأة كانت كد صر لي الدراري حتى خرجوا للسيطرة ما بقيت أنا قد ما بقيت هي قد تحكم فيه الولاد هادو سنطل يمزيان الاباء ره الولد من اللي كيكون صغير اعطيه قد المسؤولية ديالو اعطيه قد داك شي اللي خصو ياخد ره لمشي تي قلتي لا بقي صغير وما كيعرف ش قسم لك فمي بالله يتغط كيامل يدوز في 10 سنين وما سيحكم عليه بقية حياته هذا الدرار يتغط مشاكل وما يتفق مع بعض ايضا يحصل للقرية السارة يمشون المحل يحل القراج يحصل للطحين يرى العساس العساس عطلية يأتي يقول أولاد عوتاني جاو يعني هاد الولاد هادو يبقى الفلوس بأي طريقة يجعلهم حتم بليين وخصم أصير والبليا ديالهم درت لهم صالر في ذاك العز في ذاك اليامات يدي لهم 40 الفريال اللي واحد تنعطيها لي كل شهر تنقول لهم عيشوا بحركم صيروا كري وصيروا خرجوا 40 الفريال اللي غاد نعطيكم كل شهر وعطيون يش بردي التي ساعة مشاو خبروا لي ويبدو يشير ذاك الشيكات قلت أهنا نعطيهم من يدلي يدهم تيجوا عندي ما يسولوا فيا وش بقيت ولا تعيطوا يا عبد الملك تعيطوا يا عبد الملك يا عبد الملك يا عبد الملك نعطيهم ذاك شي يبغى وتمشي بقيت نمسي يسمع شي وغادي غير ساهي وتنقول يا ربي شهد الولاد هادو شهد الولاد وعمي تنعود لي وصلات الخبار وصلات المشاكل وعمي كان رجل كبير ذاك الساعة كبير ويعني غيم كلف الناس كان قلس نوية في القهوام تنعود لي وذاك شي ما تأزم هادو بزاف تحاول يهضر معاهم تحاول يتكلف معاهم وما يفرق عن نورتنا رزقنا يعطي النداب ونطبر المحاين في القيصور رجل كبير صاحب عنده شي شنقلك تكون عنده شي ميوت لطاسر عام شي ميوت لطاسر عام داب باقي عايش مسكين اللي بير كله في عمره يارا ان كاسي دي الولاد صفير كزو على الورت الورت ربا كبير فرق عنا الورت فرق عنا الورت دير معنا شي حل ذاك ٍ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا من النيرو بها والذي تدعي معهم الخصومة التي تنعملون عن بالبوليس عندهم لأنه هناك دار تريد شراب ودهته بغينا بغينا قلت لصبع عرضهم 40 قلت لصبعكم 50 مصر كنا نصبع سنعطيها لا نريدنا أن تصدق علينا وقد SENTI متكتوضون عن العنف وشرب وأحد هل أم parachبين لأنني أتذكر هذا كل ما هو ولم يفعل سباب أدبي ولم يفعل سباب أدبي خاصة من الله العاظم هذاacciي سيطور شوف أولادي قوة البلية اللي عندهم واحد النهار غد يدخلوا عليها للطار قالوا لي يا الوليد بغانا تسامحوا معك وبغانا تصالحوا معك وما عمرني فكرت بأن أولادي غيقدروا يدروا لي شيء حاجة بحلقة قسم البلا العظيم معمرني فكرت أن أولادي غيقدروا يصرفوا فيه شيء حاجة بحلقة قلت لهم واخا ولدتي ما كانت شيء مشكل مرحبا بكم ورادا هول نهار الكبير علي وذلك شيء مرحبا بكم صافي قلت لهم صافي نجي ونطلقوا في الدار جاوا عندي الدار إياه ديك قلت لنا ما خلينا ماش بنا ديك الليلة جبت الدجاجة محمراء جبت التسير الفريد قلت لهم نقصروا هذه الليلة مع بعضياتنا وإحنا خوت مع بعضياتنا ولي بغي يدير شيء حاجة يدير يا خضراحتو أنا بحاسبوني بحاس صاحبكم جاوا قلت لنا يلا حطينا ذلك شيء باش كانت جاوا قلت لهم حدا يا بابا يا متبا شيء يبوس لي على راسي شوية والقط عليها ذلك الكبير فيهم القط عليها ذلك الكبير فيهم لا خرج الدني من الرجلية لا خرجها بالكوردة بدأوا كيكتفوا فيها تكتفوا يا ما تكتفوا قال لك سيدي شوف غتفرق علينا هذك الورت أربية كبيرة هتعطينا رزقنا ذك شي كامل إحنا غادين هذي خرجوا لنا القانون غادين تخرجوا لنا شوف احنا دبا ما غنقاديوكم موار احنا غتفرق علينا رزقنا ولولله النار البيض اللي عاو تشتيها لبا كانت ذكير النار تيضروا معي ابا وما دي ما تعيطوا لي يا عبد الملك والله النار اللي بيضلعوا تشتيه ومهم دبا احنا يا هانتا أولي بغن نوريوك عليش حنا قاعد الدين سيرش كي بينا ولسير قول لي مرأة داروا لي أولادي ولا فعلوا لي أولادي دبا الراس كدير اللي بغيت يدير أما احنا والله ما غن تزاقلوا معك هاتش كي بينا شهر شهرين عام عامين غنخرجوا غنجيو عو تاني واشنو غنجيو واشنو غنجيو ودير معانا شي حل قلت لهم صافة أوليداتي صافة أوليداتي بغيت ينفرق عليكم ما تشي هذا واخ ما كينتشي مشكي دبا المحل ماشي بسميتي المحل بسميتي عمي وهو اللي فيه الرزق أنا عندي غال فلوس في البانكادي لذك شي اللي كان ذك شي اللي كان دخل وذك شي اللي كان ربح عمي كانت رضيت لي رزقوا لكل محل يعني المحلات اللي حلت أنا مبعد بسميتي والكل محل الرئيسي غسل علي دياري أما المحل بسميتي عمي هاتك يعني ما داخل فيهم لاورت لسيدي زكري مشيت لعند لادو صيبنا هاتك العقد دي الإيراتاو جرد الواراتاو وعدد الواراتاو ذك شي وجب تموت محامل غي والتقلية العمارية وداروا جرد ديالقاء ذك شي اللي كان كتاب تخيلوا معايا تم المحل طمعوا فيه تم المحل طمعوا فيه قالك رزقنا اعطاه لنا كامل كأنك نت أمتي وما قاعدك تشعر رزقنا اعطاه لنا كامل كامل رزقنا كامل حقنا في الدار حقنا في الضيور اللي عندك حقنا في الفلوس حقنا في المحلات حقنا في كل شي وقت لهم شنونا أوليدتي تلاحوني في الزنقة أقول يدخن عليكم بالله تلاحوني في الزنقة قالك دب بالرأس كبو انتو جبتيني لاد الحياة احنا كارفستونا احنا مبليين احنا كادا بليتونا مولفتنا الفلوس احنا بغينا الفلوس ضربوا لي قاعدة كالسنوات كاملة اللي كان عود لكم واللي خدمت فيها وضربت فيها تمارا ضربوا عليها فزير فرقت عليهم كل شي وما صرحتش بواحد الحساب كان عندي فيه فلوس لدوير الزمن فاش يتلوى ليه الدراع ولا تتلوى عليها الزمن ولا تتلوى عليها الناس اللي انا حبيت من قلبي فرقت عليهم كل شي واداك الكونت ما كانتش فيه شي فلوس كتير كانت فيه عليهم واحد خمستاش ساعة المليون كنت مخلاغي للدار وراوصفي فرقت عليهم كل شي وسمحت عليهم تفل محالات سمحت عليهم في الديور سمحت عليهم في كل شي تحبك عقلورية 8 دار اللي انا فيها قالك غادي نحطو على اللي بيع ما بقيتش كارها بغيت نقول لكم زمان ما بقيتش حامل انني نسمع ادشي والولاد قباح والولاد يديروا ذاك شي ديال الدوا وذاك شي يقدروا يصرفوا فيه شعيب غزيت فلوسي وطلعت الاوروبا مشيت لايطاليا مشيت لايطاليا تماما كنت لي واحد دويرة وقطعت العلاقة ديالي بشي حاجة اسميتها المغرب وبالعائلة وبالناس تدخلوا العائلة ما خلوا ما تدخلوا العمام العمات جدا ما خلاش كون تدخل ولا هذوك الولاد بغاو يتهدوك انا حاليا ما زال في الدير الايطاليا عايش غير بوحدي وحداني وغير غالس يعني غير غالس يعني درت واحد البيع وشريعي خفيفة ما بقى في الفيز دير التجارة هي باش محرك وهي بس صيبت الوريقات ديالي ويباش قديت الامور ديالي والليلة عايش بيخير وخير بوحدي ومن ذاك الاهد ليومين هذا مشيت الولاد دابا نركف قلت لكم في الاول في العمر ديالي واحد وسبعين سنة مستقرت ما في الدير الايطاليا بيخير عندي اصدقاء ديالي مغاربة ما تنطلقوا اللعبو الضامة اللعبو لعبو كارتان جمعو نذكروا اغلبية ديرهم يعني مغاربة قحين يعني كعودوا على التجارب ديرهم داك شي وانا اولا وقدرت نعود لشي واحد شنوداز عليها غير كيسوني شي واحد عبد المالك مالك ساهي تانقلو مايي ساهي وصافي ما عارفت شان هي كنحسبي يامي ومعارتش يامي كيفاش غدا تدوس تال هاد السيد هذا اللي كان عود لها تلقي السهاتي انا مسامح لكم اوليدتي الله يسمح لكم اما انا الله يلا مسامح لكم دنيا واخيرا يقدر هادك الغبناء دي العمي وبابا ما كانش خستني ندخل فيها وكان خستني نحتار من رأي دي البابا وكان خستني ندير بها دارت باومن شتنشي سنتين عندك عمي فلوسوا حرام فلوس شفراء واخاهم مكانوا حلال ولكن عمارت دوم حرام والحرام تمشي في الحرام كان علي ندير بكلام والله يرحمه تواحش تقبره تواحش تريحته تواحش تهضرته تواحشته بزاف كان شكر كولدي هالمهدي اللي فتحتي لي هذا المجال لازيد من خمسة عشر سنة ما قلت هاتشي عدالشي واحد حتحكيته فضل قاناته دي كان شكركم بزاف على الاستماع وما كان نظن شو واقي له وش باقي شي واحد فالعائلة اللي غاد يعقل على هذه الواقعات لان الاغلبية ماتوا بقى غير ذاك عمي مسكي اللي لا حول له ولا قوة له مرة مرة تنجي بخباره كان شكركم بزاف على الاستماع ولوصل تيتال هنا يا قولي يا ابو عبد الملك خليفة على الله تملأ قلوبنا بالروايات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة